الفترة اللي فاتت عشان نتيجة لسه بين خسارة ان ابني جايب كذا وما دخلوش طب يا سيدي خسارة بناء على ايه طريقة التفكير لازم تخدام اول ما تقوله بيزنس تقوله يا اولي بيزنس ايه بيه لا الولد يدخل طب او صيدالة او هندسة اعمل ايه انا بطب صيدالة دي مجدش خالص 50% جارة يا جماعة اهو دكتور رافت بيقولك 50% بنتكلم في البيزنس وبعدين الناس دايما رابطة البيزنس بالحسابات لان عندي 100 حاجة في البيزنس عندي لوجيستيكس عندي تسويق وعندي بيع عندي حسابات يعني عندي مليون حاجة اصبعا يسألك يا اصل ولد مش شاطر في الارقام فما دخلوش مش حاجة اسمها كتب الوظيفة التالتة هي ممرضة اللي هي مسؤولة عن الجزء الاداري الرابع مدير مالي وعشان قطر نركز شوية في حتة المدير المالي لان احنا اي شركة اكتر 3 مرتبات في الشركة عدتا بيبقى مدير الشركة اللي هو المدير العام او الجنرال منجر وعندنا اتنين المدير المالي اللي بنسميه الـ CFO والمدير الموارد البشرية المدير المالي ومدير الموارد البشرية ومدير الشركة التالاتة لازم هيكونوا خارجين بيزنس لازم هيكونوا خارجين بيزنس نيجي للنقطة الوظيفة رقم 5 مدير طبي عشان كده دلوقتي في ناس كتير جدا بتدور على فكرة ادارة المستشفيات طب ليه ادخله طب ويقعد 6 سنين و7 سنين وبعد كده اشتغل مدير طبي طب ما هو ممكن يقدر يتخرج من بيزنس ويبقى مدير طبي ما فهاش مشكلة خالص ده ينفع ده ينفع لانه في الاخر الادارة هي المهمة مش لانه هو الجزء الطبي هو مش هشتغل جراح او دكتور بطنة هو هيبقى فاهم بس التخصصات وفي نفس الاته عارف بقى ازاي يدير القصة بشكل ايجابي نا رقم 7 محلل اداري والحتة دي مهمة جدا برضو يعني ايه بقى ديان ماركول هو عنده معلومات معينة وبتدي يحللها بناء على سيستمز معينة بيستخدمها وبناء على كده بيعمل ايه بيحط اقتراحات للشركة دي يعني زي مستشار مثلا اداري اه بس ده لسه احنا بنتكلم على ده لسه موظف صغير اه بيطلنا هيكبر ويبقى مستشار طبعا يس وده بيطلع من كلية عادة بتبقى مسج مبين البزنس ومبين التكنولوجي يعني عندنا في الاكتماعات البحرية عندنا كلية اسمها بي اي اس وللأسف هتلاقي كتير اول مشاهدين ما يعرفهاش اسمها بزنس انفورميشن سيستم هي مسج مبين التكنولوجي ومبين البزنس وده موجود في جماعات كتير كمان وموجود في جماعات كتيرة نيجي بعد كده رقم 8 ابحاث تسويقية ماركت ريسيرش هوا دلوقتي اي شركة قبل ما بتاخد اي قرار لازم تكون عاملة بعض الابحاث يعني هقولك حاجة كده تدحك شوية احد الشركات اللي بشتغل معاهم بيعملوا زي غسالات وتلاجات اجهزة منزلية اكتشفوا حاجة صغيرة عندهم غسالة صغيرة 3 كيلو للاطفال يعني بدين ملابس الاطفال وبعدين لقوا بتتباع منها كميات كبيرة في الصعيد وبعدين الصعيد في القرى معينة بيبقى المستوى المالي على قدهم هيشتروا غسالة للكبار وغسالة للصغيرين فلقوا ان هي بتستخدم استخدام تاني خالص للكبار برد خضادة بيستخدموا الغسالة 3 كيلو دي خضادة يعني ايه خضادة خضادة زمان كان بيحط اللبن في قربة وتقعد الست طول النهار تهز فيها عشان تطلع جبنة او تطلع زبدة فليه طب ما الغسالة بتلف لو الله ده حقيقة لدرجة انه اللقتي بقى فيه حاجة اسمها جبنة تلاجة وجبنة غسالة انا مش بهزر عن فكرة فعلا بقى اسمها جبنة غسال تيجي منين دي من جاي من خسلت الاطفال تيجي منين ابحاث تسوقية انا كشركة مستحيل مهما فكرت كتتيف طبعا عدفتو في دماغك الفكرة دي طيب فدي ده دي وظيفة مهمة جدا اللي هي الرقم 8 الحاجة الوحيدة اللي ظهرت في التقرير ده من الوظائف التقليدية بس طبعا احنا مش بنتكلم عليها في مصر غالبا دي هتبقى في امريكا وفي اوروبا المحاميين دي طلعت رقم 9 وليه مش نتكلم فيها في مصر عشان العدد اللي موجود في مصر كبير جدا فالطلب عليه قليل ولو في مصر هدخل كلية حقوقي بعيني على حاجة من اتنين يا نيابة يا إما محامي في بنك دول الحاجتين من فاشل محامي في شركة مولتي ناشنال من فاشل محامي في شركة كبيرة بس هي البنوك بتطلب اكتر من الشركات التانية في الحتة دي عشان البنوك طبعا بيبقى عندها تعاملات تكريمة بس دي لازم يبقى معها اللغة كمان يعني ما يبقى بس عربي لما احنا برضو النقطة دي مهمة جدا عدم ايجادة اللغة الانجليزية دي كارثة بكل مقاييز مش عشان حاجة احنا مش ضد اللغة العربية بس هيها لغة البزنس العالمية هي اللغة الانجليزية وفي حقوق انجليزي وفي حقوق فرنسا وحتى ودخلت حقوق عربي قوي نفسك انت بالانجليزي اشتركوا في القناة